اشتركوا في القناة سعيدة جدا في هذه الحياة الدنيا ومن هذه القيم التي نستخلصها من كتاب الله عز وجل هي آيات عظيمة طبعا هذه الآيات لا نقرأها فقط للاستئناس إنما للتطبيق ونقرن القولة بالفعل فهذا من عبادة الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فهنا التقوى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه بالاستطاعة والقدرة فقد يقول قائل يعني أنا لا استطيع أن أصلي وأنا قائم فرخصت له شريعة الله عز وجل أن يصلي وهو جالس قد يقول قائل أنا لا استطيع أن أصلي مثلا وأنا جالس يعني يعذرها الله سبحانه وتعالى ولكن يصلي يعذره بأي هيئة كان فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى المتصف باليسر المتصف باللين لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أمور انفعلناها عشنا سعادة في الدنيا والآخرة ونطبق ونمتثل أوامر الله عز وجل بأي هيئة كانت فامتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى وإليك أخي المشاهد الكريم قيمة عظيمة القيمة هذه تجعل المجتمع مترابط متحاب يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا يدل دلالة صريحة على أن نبتدأ الناس بالتحية فإذا ابتدأنا الناس بالتحية نرد عليهم بأحسن من هذه التحية هذه السلوكيات التي نستخلصها من القرآن والسنة لأن القرآن والسنة هو دستور للإنسان المسلم يعيش حياة سعيدة مليئة بالتفاؤل والمحبة والسعادة موجودة بين دفتي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى عن قيمة عظيمة عن فضل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء حينما تعلموا هؤلاء العلماء الربانيون تعلموا العلم الشرعي أو العلم الدنيوي أو ما شابه فيعلمون عن قدرة الله عز وجل الشيء الكبير فهم الذين رأوا واستشعروا قدرة وقوة الله عز وجل فهم أكثر خشية من عامة الناس يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة وقيمة النبيلة لئن شكرتم لأزيدنكم طبعا في الشكر تدوم النعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك العبد الذي يشكر الله عز وجل لأننا والله غرقى في نعم الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم مو بس يعني يبارك الله عز وجل بالذي أعطاك من مال من أبناء من أي شيء كان من رزق الله سبحانه وتعالى واجب علينا أن نشكر الله عز وجل على الصحة على العافية نشكر الله سبحانه وتعالى في برنا لوالدينا نعلم أن أمي راضي عني وأعلم أن أبي راضي عني هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ولو نظرنا إلى باقي أنواع الرزق لو وجدنا أن المال هو أقل أنواع الرزق فوجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى لكن إذا ما شكرنا الله سبحانه وتعالى رح يمحق البركة ورح يرفع عنا هذه النعمة فبالشكر تدوم النعم يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة وقيمة نبيلة فاذكروني أذكركم اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة فإليك أن تتخيل أخي المشاهد الكريم أن الله سبحانه وتعالى يذكرك لا نقول نحن يعني أو البشر كم شخص على هذه الأرض يعني في ألوانهم وجنسياتهم وتعدادهم لا يعلم الله عز وجل عن حال كل واحد في هذه الأرض سواء في السماء وسواء في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحصيه فإليك أن تتخيل يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يذكرك أنت شخصيا بالمغفرة ويذكرك بالثواب فوجب علينا أن نكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى فيفرح الله سبحانه وتعالى حينما نجدد توحيدنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله لا معبودة بحق العبادة يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم إليك أخي المشاهد الكريم بعضا من القيم التي نستخلصها من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى نهانا عن يعني أن ما نمدح أنفسنا ولا ننظر إلى أنفسنا أننا يعني صلينا في المسجد أو صمنا اثنين وخميس أو صمنا يعني أو فعلنا النوافل لا تزكوا أنفسكم ولا نمن على الله سبحانه وتعالى بأي فعل كان العبادة الله سبحانه وتعالى حينما نتعبده نحن فقط الذين نحتاج أن يقبل الله سبحانه وتعالى مننا هذه العبادة إذن واجب علينا أن نركز على هذه النقطة العظيمة أن ما نفتخر بأعمالنا أو نعجب في أقوالنا وأفعالنا التي هي لله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أي لا تشكر نفسك أو تمدح نفسك وتثني على نفسك إنما نحن محتاجين أن يقبل الله سبحانه وتعالى لا نمنح لله سبحانه وتعالى أن نصمنا النوافل أو صمنا رمضان ولا نمنح لله عز وجل أن صلينا في المسجد أو تصدقنا ونعلم أنه يعني يكون عندنا يقين أن فعلا نحن اقتربنا إلى الله سبحانه وتعالى لا نمنح لله سبحانه وتعالى واجب علينا أن نعمل العمل ونفعل الفعل لله سبحانه وتعالى فقط لا غير ولا نعجب بأي عمل كان وإليك أخي المشاهد الكريم آية عظيمة وقيمة نبيلة نأخذها من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك بإحتقار لا تحتقر الناس لا تستكبر على الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الذرة لا ترى بالعين المجردة إنما في المكبرات قد يعني يعني تشاهد بهذه المكبرات التلسكوب أو ما شابه لكن نحن لا نراها في العين المجردة لكن تدخل يعني الإنسان النار لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فالكبر هو سلوك سيء لكن في المقابل هناك شيء اسمه التواضع يرفع الله سبحانه وتعالى المتواضع من تواضعه وما تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه فيرفع الله سبحانه وتعالى الذين يتواضعون ويخفض يعني يخفض جناح الذل للمؤمنين للوالدين للناس لأبنائه لا يعني لا نستهزئ بالناس لا نحتقر الناس هذه كلها سلوكيات سيئة نهتها عننا شريعة الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا أي متكبرا جبارا عنيدا ذلك يعني بهذا الفعل يبغضك الله سبحانه وتعالى وإليك أخي المشاهد الكريم قيمة عظيمة وآية عظيمة يقول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي الذي تتعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملون الناس بها إن العهد كان مسؤولا فالإنسان يتحرى الأمانة والصدق كي يصل إلى الله عز وجل وهو راض عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة